اهلا بكم مشاهدين في هذا الموجز الإخبار من قناة 22 عثرت مصالح الحماية المدنية على جثة المحام جمال دين شاوي المختفي منذ أيام وجاء في بيان للحماية المدنية أنه تم توقيف عملية البحث عن المفقود بولاية سكيكدا بعد العثور على جثته بمنطقة التوميات ببلدية الحروش وكان قد اختفت ضحية جمال الدين شاوي المنتخب رئيسا لبلدية السبت قبل أن يجمد والسكيكدا مهام المجلس منذ تاريخ الواحد والعشرين من جنفيا الجاري وتداولت صفحات فيسبوكية خبر الاختفاء الغامض لرئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية السبت بدائرة عزابة وهو كذلك محامي لدى مجلس قضاء سكيكدا أدى وكان قد تعرض المحامي إلى محاولة اغتيال قبل سنتين كما عجلت وسائل التواصل الاشتماعي بصوره ومراسلته مع أصدقائه عبر الفيسبوك تظهر أغلبها أن شعاره كان الإخلاص والتضحية في العمل ومساعدة الآخرين تم أمس استدعاء المحامي مهدي زيدان عضو هيئة الدفاع المعتقلية الحراك والرأي من طرف قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى محكمة تيزيوزو الابتدائية وكشفت زميلته والمحامي صالحة علواج في منشور لها أنه تم استدعاء المحامي مهدي زيدان التابع لمنظمة محامي تيزيوزو من قبل قاضي التحقيق لدى محكمة تيزيوزو من أجل سماعه كمتهم وكانت مصالح شرطة البحث والتحري قد أوقفت المحامي منذ أشهر داخل المحكمة بعدما كان في مهمة الدفاع عن موكل له أين تم حجز هاتفه وإحالته على التحقيق لتقرر في الوهلة الأولى وضعه كشاهد في القضية قبل أن يتراجع ويصبح المحامي زيدان متهما كذلك في أخبار مؤتقلية الرأية تم تدانة الناشط شريف بخلوف بستة أشهر حبس نافذة وثلاثمائة ألف دينار كغرامة مالية برمجت محكمة الجناية الاستئنافية لمجلس قضاء وهران محاكمة يحيى سفيان ليوم التاسع من مايي 2023 عن حكم عام حبس نافذ يحيى متواجد حاليا في سجن القصبة بوهران وتنتهي مدة محكميته يوم الثامن والعشرين من فبري المقبلة وبجاية ما إخلاء سبيل يربح نجيم بعد أن تم اعتقاله على خلفية مشاركته في وقفة تضامنية مع أهالي الحراجة المفقودين في أخبار الحوادث لقي ليلة أمس شخص حتفه وأصيب اثنين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة وذلك إثر حادث سير شهده الطريق الوطني رقم 78 الرابط بين ولايتي بتنا وبسكران نجم عن انقلاب مركبة سياحية كانت ضحايا على متنها وقد تم نقل جثة الضحية إلى مصلحة الحفظ في وقت نقل فيها المصابون لتلقي الإسعافات اللازمة وفي حادث آخر بولاية بتنا دائما وقع صباحة اليوم راح ضحيته شخصين وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 3 ببلدية معافة حيث تسبب انحراف سيارات إلى سقوطها في منحدر تعرض أزيد من 90 تلميدا يدرسون في متوسطة السعيد هردما بالجباسة ببلدية المهيرة الواقعة على بعد 45 كيلومترا غرب ولاية برج بوري ريج تعرضوا إلى تسمم غذائي وذلك بعد تناولهم لوجبة الغذاء في المؤسسة التربوية ونقلت مصالح الحماية المدنية 49 تلميدا إلى مستشفى المنصورة فيما نقل البقية إلى عيادة على جناح السرعة من أجل تلقي العلاج كما تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث الذي أثار ذعرا وغضبا لدى الأولياء الذين توفدوا نحو المؤسسات الصحية للإطمئنان على صحة أبنائهم وفي حادث مشابهين تعرض أزيد من 20 تلميدا إلى الاختناق بمتوسطة مدغري تم تحويلهم على جناح السرعة أيضا إلى العيادة متعددة الخدمات لإسعافهم نبهت نشرة جديدة حول الحالة الجوية لليوم من استمرار موجة البرد عبر 13 ولاية من بينها سطيف والجلفة وباتنا وبرج بوري ريج والغواط كما نبهت نفس النشرة من هبوب زوابع رملية عبر بعض ولايات الجنوب خاصة ولايتي عين صالح وأدرار أدولت تزال بعض الطرق الوطنية والولائية مغلقة بفعل تراكم الثلوج التي شهدتها العديد من الولايات في الأيام الماضية غالبية الطرق المغلقة هي طرق وطنية على مستوات زيوزو والبويرة دولياً قررت الدنمارك منح اللجوء تلقائياً للنساء والفتيات في أفغانستان على أساس جنسهن بسبب تراجع حقوقهن منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في البلاد وقالت لجنة الدنماركية الخاصة باللاجئين في بيان نقلاً عن تقرير نشرته مؤخراً وكالة اللجوء الأوروبية أما هذا القرار يقوم على معلومات تتعلق بالتدهور المستمر لظروف عيش النساء والفتيات في أفغانستان وبحسب اللجنة سيتم منح خمس حالات عالقة لأفغانيات حق اللجوء بموجب القرار الجديد كما ستراجع الهيئة القضايا المتعلقة بالأفغانيات اللواتي رفضت منحهن اللجوء بعد وصول طالبان إلى السلطة لمنح تصريح إقامة للأشخاص المعنيين بموجب القرار الجديد كذلك وستراجع اللجنة أيضاً جميع القضايا المتعلقة بأفغان ذكور رفضت منحهن اللجوء في التاريخ نفسه ومنذ عودتها إلى السلطة في أوت 2021 قيد الطالبان تدريجياً الحريات التي اكتسبتها النساء على مدار العقدين الماضيين منذ سقوط نظامها السابق في 2001 فبالإضافة إلى الحرمان من حق الدراسة تمنع النساء أيضاً من ممارسة معظم الوظائف الحكومية ارتفعت حصيلة التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجداً في مدينة بيشاور الباكستانية أمس إلى 93 قتيلاً وفق مصطر طبية باكستانية في حين فتحرك الطالبان باكستان مسؤوليتها عن الهجوم بعد أن تناقلت مواقع تواصل أنباء إعلانها المسؤولية عنه وتضاربت الأنباء بهذا الشأن حيث كانت الحركة قد تبنت مسؤولية تنفيذ التفجير الانتحاري في تغريدة على موقع تويتر معتبرة ذلك انتقاماً لمقتل قائدها السابق خالد خارساني في المقابل أفادت وكالة ريترز بأن الحركة نفت مسؤوليتها عن التفجير أداوى قد توالت الإدانات العربية والإسلامية والدولية للهجوم الدموية نهاية المجز في أمان الله اشتركوا في القناة